بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نتحدث عن القاعدة الثانية ربط الموضع المتشابه باسم السورة وهذه القاعدة من القواعد الذهبية أيضا والمهمة جدا ونعني بالقاعدة أن نربط الموضع المتشابه باسم السورة ويكون هذا الربط إما بحرف مشترك أو معنى بينهما أو أي صلة من الصلات بين هذا الموضع المتشابه واسم السورة وهذه القاعدة تكمن أهميتها في أنها سريعة الحضور إلى الذهن بمعنى أن الإنسان إيمان أو يختبر أو أي شيء آخر فإن هذه القاعدة سريعة الحضور إلى الذهن وبالتالي العناية بهذه القاعدة مما يعين بإذن الله عز وجل على ضبط كتاب الله عز وجل ممن اعتنى بهذه القاعدة الشيخ جمال عبد الرحمن إسماعيل في كتابه الإيقاظ وهو كتاب نافع ومهم وخصوصا في هذه القاعدة من أمثلة ذلك ما ذكره أهل علم في قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة مع لن تمسنا النار إلا أياما معدودات في سورة آل عمران والإشكال أينه بين كلمة معدودة ومعدودات عند تأمل بين كلمة معدودة واسم السورة البقرة نجد أن التاء المربوطة حرفا مشتركا بينهما فتذكر هذا الشيء مما يعين على معرفة الموضع المتشابه ومعرفة أن معدودة في سورة البقرة ومن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم أيضا قول الله عز وجل ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم معا فيأخذكم عذاب قريب معا فيأخذكم عذاب يوم عظيم يعني ثلاث مواضع متشابهة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم في سورة الأعراف ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب في سورة هود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم في سورة الشعراء فما الضابط لهذه الآيات الثلاث؟ ربط الموضع متشابه باسم السورة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الهمز همز أليم حرف مشترك مع الهمز في سورة الأعراف قريب ختام الكلمة والآية حرف قلقلة واسم السورة كذلك ختامها حرف مقلقل هود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم في سورة الشعراء عظيم فيها حرف العين وهو حرف أيضا مشترك مع الحرف الذي في اسم السورة الشعراء وبالتالي ربط الموضع متشابه باسم السورة مما يعين على التذكر السريع ومما يعين على ضبط كتاب الله عز وجل ومثال آخر قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء مع قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو هذان موضعان مشكلان الضابط لهما ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو كلمة التوحيد قدمناها في سورة الأنعام لأن في سورة الأنعام كثر الحديث عن التوحيد ودلائله وبالتالي ناسب التقديم لا إله إلا هو على خالق بينما في سورة غافر نلحظ أن خالق على وزن فاعل وكذلك اسم السورة غافر على وزن فاعل وبالتالي نقدم خالق على كلمة التوحيد هنا فنقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو نلتقي على خير وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة